نروح بقى بعد كده إلى أخبار كرة القدم العربية والعالمية أكد ياسر بن حسن المسيحلي الرئيس الاتحاد السعودي أن الإقبال الغير مسبوك على تذكر كاس العالم للأندي 2023 وهنا لازم يعني نقول أن جمهور النادي الأهلي في أي حتة دي دور طبعا هما بيستضيف بلاده بتستضيف البطولة دي بعد النسخة الاستثنائية من البطولة هو بيقول أن هي نسخة استثنائية وهتحظى بحضور جماهير قياسي وأضاف السعودية ترحب بالجماهير من كل العالم والجماهير ستحضر بتجربة استثنائية تمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات فريدة خلال الحدث العالمي وانتهت الدفع الأولى من التذاكر اللي تم طرحها أمس واللي بلغ عددها 44.457 تذكرة حيث وصل متوسط الانتظار على موقع الفيفا أكثر من مليون ونص شخص ده خبر ما يعديش كده ده تأثير جمهور النادي الأهلي في أي حتة دي الإضافة اللي بيضفها جمهور النادي الجمهور النادي الأهلي بيضفه كل شيء طبعا لكن لما يبقى النادي الأهلي مشارك في دولة عربية زي السعودية في كاس العالم دي الجالية المصرية الأهلوية اللي هما بيدعموا النادي الأهلي في أي وضع يعني فإنه يبقى فيه انتظار لمدشي لسه مش معروف الطرف التاني ده هذا الطرف الأول النادي الأهلي الطرف التاني طبعا هيبقى بشكل كبير جدا الاتحاد السعودي يعني ده بشكل كبير جدا يعني فنتمنى التوفيق طبعا لفرقة النادي الأهلي فريق الكرة عنده ملحمة قوية ولكن المرة دي احنا مش في سكتنا بطل اوروبا ففيه فرصة ان شاء الله ان احنا نلعب عن النهائي ان شاء الله